السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على درس الهمزة المتطرفة المستوى الخامس والسادس ابتدائي بالنسبة الهمزة المتطرفة أو كتابة الهمزة المتطرفة وهي التي تكون في آخر الكلمة فتكتب الهمزة في آخر الكلمة حسب حركة الحرف الذي قبلها مع صرف النظر عن حركة الهمزة قاعدة بسيطة وأسهل من مثيلتها في الهمزة المتوسطة إذ لن يلزمنا سوى أن ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها فقط يعني يكفي أننا نشوف الحركة الحرف اللي قبل منا إذا كانت فتحة فالفتحة علامته هي الألف كانت ضمة فالضمة يوافقها أو توافقها الواو كانت الكسرة فالكسرة توافقها اليع الآن ننتقل إلى الأمثلة عندنا كلمتين دفء وكفء بالنسبة الكلمة الأولى كما تلاحظون فإن الهمزة كتبت على السطر وما قبلها سكون يعني أن الهمزة تكتب الهمزة المتطرفة على السطر لأن ما قبلها سكون سكون حرف صحيح ساكن يعني وهذا الحرف صحيح اللي هو ساكن وهذا الفاء هنا عندنا الفاء وهنا أيضا الفاء يعني حرف صحيح ليس حرف علة وكان عرفه أن حرف علة هي الواو والألف واليع هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية عندنا هنا كما تلاحظون حرف علة كنا الألف والواو واليع هنا أيضا الهمزة كتبت على السطر كتبت الهمزة المتطرفة على السطر لأن ما قبلها حرف علة ألف أو واو أو يع ديما إذا كنا نعلم هالهارف علة ساكن كنا نكتب الهمزة المتطرفة على السطر الكلمة الموالية هي قرأة ومبتدأ وتبوؤن تبوؤن مبتدأ قرأة هنا الحرف التي تبوأة وقرأة كما تلاحظون الحرف التي قبل الهمزة فهي مفتوحة جاءت مفتوحة إذن نكتب الهمزة المتطرفة تكتب على الألف الهمزة المتطرفة إذا كان ما قبلها فتحة تكتب على الألف كما تقول القاعدة الهمزة تكتب الهمزة المتطرفة على الألف إذا كان ما قبلها مفتوحة مفتوحة كنشوفوا هنا يعدنا الفتحة هنا الفتحة وهنا أيضا الفتحة وهنا أيضا الفتحة ننتقل إلى الأمثلة الموالية منشئ إننا عدنا الكسرة وقارئ الكسرة والكسرة علامتها هي الياء يعني توافقها الياء إذن تكتب الهمزة المتطرفة على الياء إذا كان ما قبلها مكسورا إذا كان ما قبل الهمزة كما تشوفوا هنا هو الحرف اللي قبل من الهمزة مكسور قارئ هنا أيضا الكسرة لؤلؤ تكافؤ هنا الضمة وهنا أيضا الضمة الحرف الذي قبل الواو جاء مضموم الحرف الذي قبل الواو جاء مضموما لذلك كتبت الهمزة على الضمة تكتب الهمزة المتطرفة على الواو إذا كان ما قبلها مضموما عفوا على الواو تكتب الهمزة المتطرفة على الواو إذا كان ما قبلها مضموما كما تلاحظون ما قبلها فهو مضموم شكراً لكم